بعد الضربات الإسرائيلية الدقيقة والمتواصلة لحزب الله اللبناني والتي أودت بحياة العديد من قيادات الصف الأول قال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم إن إسرائيل ارتكبت ما وصفها بثلاث جرائم مؤلمة بحق الحزب لم يرى لها مثيل من قبل قاسم وفي تصريحات أدل بها خلال تشييع جثمان قياد كبير قتل في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية قال إن الحزب دخل في مرحلة جديدة من معركته مع إسرائيل والتي وصفها بأنها معركة الحساب المفتوح في المقابل تعهد مسؤولون إسرائيليون باستمرار الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني ما يفتح باب الصراع على مصرعيه مع توعد الأخير برد رغم عدم تحديده الزمان والمكان وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو في تصريح مصور إن بلاده وجهت لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها أبدا مضيفا إنه إذا لم يفهم الأخير الرسالة فإن الهجمات ستتواصل بدوره شدد وزير الدفاع الإسرائيلي آفغالاند على إن الضربات ستستمر حتى تتم العودة الآمنة لمن تم إجلاؤهم في شمال البلاد في إشارة إلى نزوح ألاف الإسرائيليين من المناطق الحدودية الشمالية مع لبنان على وقع التصعيد المتبادل مع حزب الله وشهدت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تصعيد خطيرا في الأيام الأخيرة إذ نفذت طائرات حربية إسرائيلية أعنف قصف منذ ما يقرب من عام من القصف المتبادل وكذا ضرب مائتين وتسعين هدفا السبت ومتعهدا بمواصلة ضرب المزيد من الأهداف في حين استادف حزب الله اللبناني عمق شمال إسرائيل بإطلاق نحو 150 صاروخا وطائرات مسيرة خلال ليل السبت ويوم الأحد قالت الأبيب أنه تم اعتراض معظمها ومنها هدف جوي كان قادما من الشرق